يعني حديثا عن الموضوع ده فيه مصدر في حماس بيقول ان العرض المصري هو افضل حاجة تقدمت للحركة من بداية الحرب فيه امكانية الوصول الاتفاق في خلال اليومين اللي جايين وقال العرض المصري مقبول من الطرفين وكل الخلاف هو على عدد الاسرة المقرر الافراج عنهم الوسائل الالامي الاسرائيلية بتقول ظاهر ان السنوار ادى ضوء اخضر للموافقة وفيه اجتماع الليلة لنتانياهو مع ابن الغفير ومجلس الحرب عشان يبحثوا صفق التبادل الاسرة او عملية رفح اليد يعود احرونوت بتغرد بقى خارج السر وبتقول الجيش الاسرائيلي كمل استعداداته لعملية رفح ورئيس الاركان وافق على خطط العملية وخلال 48 او 72 ساعة هياخدوا القرار بس نيويورك تايمز بترد وبتقول ادارة بايدن متفقلة بامكانية الوصول لوقف اطلاق نار في غزة بايدن وفريقه شايفين مساحة لتوقيع اتفاق وقف الحرب مؤقتا على القل او ينهيها للابد نيتانياو كالعادة بقى متشام ليلو بيقول بدأنا اجلاء السكان من رفح استعدادا للعملية البرية وعملية رفح هتحصل قريب واسرائيل مش هتستسلم لحماس قال بيطلبونا بوقف الحرب لكن دا مش وارد قبل ما نقضي على كتاب حماس الاربعة اللي في رفح